تعالوا نشوف صلاح وميسي وليباندوفيسكي في 2021 قدموا ايه؟ محمد صلاح مع ليفربول شارك في 53 مباراة سجل 37 هدف وصنع 11 هدف ارقام عظيمة مع المنتخب شارك في 4 مباريات لم يسجل وصنع 3 هدف ليونال ميسي مع برشلونا باريس سان جيرمان شارك في 46 مباراة سجل 34 هدف وصنع 14 هدف ومع منتخب الارجنطين شارك في 16 مباراة سجل 9 اهداف وصنع 5 اهداف لحظوا الاهداف الدولية عشان هرجعلكم فيها في النقطة مهمة ليفاندوفيسكي مع بايرني ميونيخ شارك في 47 مباراة سجل 58 هدف صنع 7 اهداف ومع منتخب بولندا شارك في 12 مباراة سجل فيهم 11 هدف صنع 4 اهداف هو ارقامه اكبر من عدد المباراة اللي بيشارك فيها اهدافه اللي بيسجلها او اللي بيصنعها اكتر كمان من المباراة اللي بيشارك فيها ليفاندوفيسكي يستحقها بصراحة عشان يبقى امناء يعني ككورة يعني يستحقها بس الاهم بقى الاهم انه حضراتكم لاحظتم انه الانجازات الجماعية مع منتخب بلدك او مع فريقك هتفرق معك جدا في الجايزة ففاكرة ان حد يتخيل او يفكر ان صلاح لما بيجي مع منتخب مصر مش عايز يكسب بطولة مش عايز يقدي مش عايز يجتهد يبقى غلطات لو مش حبا في منتخب بلده شو بقى انا هاوصل معاك لاخر نقطة لو مش حبا في منتخب بلده فحبا في نفسه انه عايز يوصل لهذه المنصة الكبيرة منصة افضل لاعب في العالم هو اكيد صلاح بيحب بلده جدا بيحب منتخب بلده جدا بس انا بحاول اوصل مع مجموعة او كله من الناس اللي بتقول لك صلاح ما بيحبش يلعب مع منتخب مصر ما بيحب يلعب مع ليفر او ما بيقدمش مع منتخب مصر اللي بيقدمه مع ليفر مستحيل مستحيل فوز محمد صلاح وان شاء الله ده يكون حافز ليه في كاس الأمور الأفريقية الحالية الفوز مع منتخب مصر بالبطولة تقربه من جائزة افضل لاعب في العالم مع نهاية هذا العام ان شاء الله وصوله مع مصر كاس العالم وتحقيق اداء جيد في كاس العالم يوصله لهذه المنصة ليفر بول انتو عارفين الوضع في الدول الانجليزي الامور شبه حسمت لمانشستر سيتي هذا الموسم فليفر ما بقاش قدامه غير دوري ابطال اوروبا وطبعا دوري ابطال اوروبا تقربوا جدا لهذه المنصة اللاعب بيفكر في نفسه طبعا انا دايما اقول كده طول ما انت بتفكر في نفسك وعايز تنجح وعايز تنجح هتنجح اللي حواليك وهتنجح الفرقة اللي بتلعب لي فاكيد صلاح بيفكر بالطريقة دي 100% بيفكر بالطريقة دي حراركم شفتوا انه اكيد لما بيجي مع منتخب مصر نفسه يعمل معاه انجاز هيفر معاه على المستوى الفردي واكيد هيفر معاه على المستوى الجماعي والقابه العظيمة مع منتخب مصر ان شاء الله ويحقق اول لقب ليه في كاس الامم الافريقية مع منتخب مصر كاس الامم الافريقية الحالية نقدر نقدر ان شاء الله و هنتكلم كتير عن كاس الامم الافريقية بعد شوية